بتقديري أنها بكل تأكيد استطيع أن تشكل ضغطا لا سيما بأن قبرص ليست الدولة الأولى التي تطالب بهذا علينا أن نعلم أن بعض الدول الإسكندرانية كانت بالفعل قسمت سوريا إلى مناطق آمنة ومناطق غير آمنة ووضعت على سبيل المثال دمشق وترتوس في المناطق الآمنة التي يستوجب على من جاء بصفة لاجئ إنساني أن يعود إليها قبرص تعاني في 2022 استقبلت عدد كبير من اللاجئين في 2023 مؤشرات شهر عشرة ويدعش تشير إلى تجاوز عدد اللاجئين الذين وصلوا إليها بمرات ما حصل في 2022 هذا يدفعها بطبيعة الحال إلى البحث بسياسة واحدة للاتحاد الأوروبي وتقديم طلب لتقسيم سوريا فعلا إلى مناطق آمنة ومناطق غير آمنة أعود وأكرر هناك أيضا لنكون واضحين أعتقد من يساهم في الطلب القبرصي من دول الاتحاد الأوروبي بمعنى ليست وحيدة تفعل ذلك قد تشاورت مع بعض الدول أيضا ظهر اليمين بقوة في إيطاليا في هولندا وفي بعض الدول الأخرى كل خارطة الاتحاد الأوروبي السياسية بدأت تتغير نوعا ما وهذا يؤشر بتقديري إلى تغيير سياسة الاتحاد مع اللاجئين نعم يعني ما مدى خطورتها كذا خطورة فعلية على اللاجئين السوريين في حال بالفعل الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل قطعي أن مناطق من سوريا هي آمنة بتقديري هناك خطورة ولكن هذه الخطورة أكبر على الوافدين الجدد بمعنى أن من وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي رأيثما دوائر الهجرة والتجنيس تقر القانون وتدرسه وتبحثه سيكونوا قد حصلوا على جنسياتهم أما من سيصل الآن هناك خطورة حقيقية عليه بتصوره نعم كنت معي من لهاي السيد عهد مراد كاتب صحفي شكرا جزيلا لك